مرة أخرى يعاود الحزام الأمني مهمة التنغيص على الوجود الرئاسي في عدن لا يحتاج الأمر بالنسبة إلى هذا التشكيل الأمني التابع للإمارات أكثر من إغلاق لنقاط العبور المؤدية إلى العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد حتى يكشف عن حجم التأثير الميداني للسلطة الشرعية في المناطق الجنوبية المحررة العشرات من الأسر القادمة من المحافظة الشمالية ومعظمها من الحديدة عالقة في مثلث العند بسبب منعها من المرور من قبل الحزام الأمني الأطفال والنساء يواجهون ظروفا قاسية في هذه النقطة الواقعة إلى الشمال من محافظة لحج يتركز معظم العالقين بالقرب من مصنع السنطة الوطنية حيث يواصل مختار النوب قائد الحزام الأمني هناك منع عبور هذه العائلات باتجاه مدينة عدن فيما لم يسجل حتى الآن أن يرد فعلا من جانب زارة الداخلية التي كان الوزير الميسر قد أكد أنها تمضي قدما في توحيد القرار الأمني وإلحاق التشكيلات الأمنية الحالية في إطار القرار السيادي للسلطة الشرعية إجراءات الحزام الأمنية التي تعتبر الأحدث في مسلسل استهداف القادمين من المحافظة الشمالية دفعت برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبدوين دغر إلى توجيه انتقاد لهذه الممارسات واعتبارها فعلا خارجا على القانون وذلك في منشور رصد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رئيس الوزراء اعتبر أن تعريض الأطفال والنساء والشيوخ للأذى عمل محرم وطالب الجميع بالقيام بواجبه كل من موقعه ومسؤوليته ووجه النقاط الأمنية أينما وجدت بالانصياع للقانون وإفسح الطريق أمام المواطنين وتسهيل دخولهم إلى عاصمة اليمن المراقبون ربطوا بين هذا التصعيد المحرج للرئاسة اليمنية وللحكومة وبين عودة قيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى عدن على نحو يؤشر إلى بداية أزمة جديدة تشير بعض الأنباء إلى أن لها علاقة بالتطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بمعركة الحديدة انتقادات واسعة عبر عنها يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا مسلسل الاحتجاز غير المشروع لمواطنين يمنيين عندما داخل عدن سلوكا عبثيا في وقت اليمن فيه بأمس الحاجة إلى تجاوز المنعطف الخطير جدا الذي يمر به بتأثير السياسات غير رشيدة والتقديرات الخاطئة والتصور المشوش حول ما يتعين أن يكون عليه مستقبل هذا البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر